إن الإخلاص في العمل من مقاومات النجاح من هذا المنطلق أقامت شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية التابعة لقسم العلاقات العامة في العتبة العباسية المقدسة ورشة تطويرية لمشروع محطة فتية الكفيلة الثقافي التي أقيمت خلال زيارة الأربعين من أجل تطويرها في مواسم الزيارات اللاحقة مشروع محطة الكفيل قامت به شعبة العلاقات الجامعية التابعة على قسم العلاقات العامة للعتبة العباسية اليوم حضرنا كندوة تثقيفية وتنسيقية وأيضا ممكن أن هذه المحطة راح نوسحها حسب مقترحات الأخوة رؤساء أقسام والمشرفين القائمين على هذه المحطة كيفية عمل برنامج إداري تخصصي واستقطاب أكثر أعداد وعلى ثلاث محاور اللي هي محور كربلا نجف أو نجف كربلا العفو ومحور بابل كربلا وكذلك بغداد كربلا الورشة شهدت حضور ممثلين عن جميع الأقسام المشاركة في المحطة اذ تضمن ثلاثة محاور الأول عرض الرؤية الاستراتيجية للمحطة والثاني طرحت فيه أهم المقترحات التطويرية ومناقشتها أما الثالث فاختص بالاستماع للمداخلات والأفكار التطويرية للحضور لتختم الورشة بتوزيع الشهادات التقديرية على المساهمين بإنجاحها في موسمها الأول اليوم في الورشة التطويرية لمحطة فتية الكافية الثقافية هذه المحطة التي قيمت في الزيارة الأربعينية على طريق النجف كربلا في بوابة جامعة العميد هذه المحطة تعنى بالجانب الثقافي والتوعوي للشباب من الزائرين المتوجهين إلى الإمام الحسين عليه السلام طبعا هناك عدة أهداف لافتتاح هذه المحطة الهدف الأول هو مسند من أهداف العتبة العباسية المقدسة في الانفتاح على المجتمع واحتضان الفئة الشبابية وهذه الرعاية الخاصة للشباب من خلال تقديم الورش التطويرية لمهاراتهم وكذلك زيادة المعلومات والوعي الثقافي لديهم من خلال مشاركة أحد عشر قسما وجهة من العتبة العباسية المقدسة شرف لا يضاهيه شرف خدمة زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والتي احتوت جميع الجوانب ومنها الثقافية إذ أن محطة فتية الكفيلة الثقافية هي واحدة من الخدمات التي تميزت بها العتبة العباسية المقدسة على طريقيا حسين اشتركوا في القناة